وفي إطار مساعى الولايات المتحدة للتنسيق مع شركاء في الشرق الأوسط لمنع تمديد رقعة الصراع بحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره في مصر والأردن التوترات المتزايدة في المنطقة بلينكين أكد خلال مكالمتين مع كل من سامح شكري وإيمان استفاد أهمية العمل على احتواء التصعيد الجاري لخطورته وأثاره السلبية على الاستقرار كما أكدت الأطراف كافة رفض إقدام إسرائيل على أي عملية عسكرية برية في رفح وشددت على ضرورة إدخال المساعدات لقطع غسا وفي ردود الفعل الأمريكي أيضا ووسط أهوب عسكري كبير بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من حرب عالمية ثالثة وشيكة وخلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس النواب قال ترامب أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على وشك أن يدخل البلاد في حرب عالمية لافتا إلا أنه غير كفء ومثير للشفقة I don't want to say who I spoke to but for the president of our country to actually put out a warning that he thinks that we're going to be attacked or they're going to be attacked that's pretty pathetic they wouldn't be attacking Israel if I were president that I can tell you and they never did they wouldn't be attacking Iran was in no position to attack they had no money انضمت كندا إلى العديد من دول العالم وطلبت من مواطنيها تجنب السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بسبب المخاطر الأمنية المحتقة بالمنطقة في الوقت الحالي وقالت الخارجي أنه مع تزايد خطر وقوع هجمات على الأراضي الإسرائيلية يظل الوضع الأمني الإقليمي متقلبا للغاية ويمكن أن يتصاعد دون سابق إندار ومن المشاهدين